ان تكون ثوريا ليست هي مسألة ان تعرف كيف تكون عسكريا جيدا تقاتل بكفاءة او كيف تكون انسانا يهتف بحرارة ان تكون ثوريا ان تعيش في حياتك كلها في فكرك في شعورك في وجدانك في علاقاتك في حركتك في الحياة ان تعيش في حياتك قاعدة الثورة وهي الاسلام ثورتنا ليست عمليات عسكرية ندعها تعيش بشكل منقطع عن الجذور ولكن ثورتنا هي تغيير واقع وتغيير انسان وتغيير حاضر ليتحرك مستقبل من خلال خطوات التغيير تبدأ الثورة في نفسك لتثور على كل رواسب الجاهلية في اعماقك تبدأ الثورة في فكرك لتثور على كل الطفيليات الفكرية في داخل عقلك تبدأ الثورة في عاطفتك ومشاعرك لتثور على كل نقاط الضعف التي تتحرك في مشاعرك وفي احاسيسك لتكون مشاعرك اسلامية وافكارك اسلامية وروحك اسلامية ثم تبدأ في الثورة على الواقع واقعك انت لتكون رجل الثورة وانسان الثورة وواقع الناس من حولك لتكون هناك امة الثورة